أهلا مع حضراتكم من جديد قصص النجاح اللي بنشوفها في المجتمع المصري كل يوم بتكون مبهرة جدا الحقيقة واحدة من القصص دي واللي انتشرت بشكل كبير الفترة الأخيرة هي قصة الدكتور محمد الكلاني اللي أصيب بيعاقى في صغره حرامته يعني اتحرم من التعليم بسببها إلا أنه لما كبر قدر بعزمته أنه يتعلم مرة تانية ومش بس كده لا ده كمان قدر أنه يحصل على الماجستير والدكتورة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف بسم الله من شاء الله يعني عشان يبقى نموذج للإصرار والعزيمة وفي الفقرة دي هيكون معانا الدكتور محمد الكلاني بنفسه علشان يحكينا بقى الصطو ونعرف منه تفاصيلها لأنها الحقيقة قصة ملهمة جدا جدا زي ما كنا بنتكلم أنا وهدير في بداية الحلقة أهلا بحضرتك يا دولة الله يبرك فيك والسامح الله يحفظك ألف شكر على الصدافة الكريمة أنت والسازة هدير سألتك يا دولة من أورنا الله يبرك فيك وسألتك ما سألت أنه تتحرم من التعليم وأنت صغير وبعدين تفكر تكمل تعليمك ممكن دي منشوفها كتير لكن أنه تكمل بعد الكلية وماجستير ودكتوراه فدي رحلة كبيرة جدا لدي أكيد ما كانتش سهلة عايزين نعرف تفاصيلها وعايزين نعرف دوافعك فيها كانت ايه وإيه كان بشجعك وإيه الصعوبات اللي وجهتك عايزين نعرف الحكاية كلها سؤال كتير خانت أسئلتي كمان بالنسبة بالنسبة لطبعا للرغبة طبعا يعني الواحد طبعا هو بالمفاقم للحياة طبعا لنفسه بالظرف اللي هو عنده أعاقف الرجلين وما بقدرش مثلا أقوم بالأعمال اللي أي إنسان يقدر يقوم بها العادي فوجدت كمان أنا ما معيشش هذا تمام وكنت صغير طبعا ما معفيش قرية وكتابة اتعلمت القرية وكتابة الأول من أخوتي أخوتي كانوا بيعود يذكروا قعد معاهم يقعدوا يقولوا ألف وكلام ده كله فلقلت منهم إيه طريقة القرية والكتابة ودي كانت البداية يعني هو البداية حضرتك من القاهرة يا دكتور أنا من الفيوم أجد عني يعني جنبنا برضو هنا أجدك قرية طوبة فهو حضرتك الموضوع بدأ بأن أنا اتعلمت القرية والكتابة وهي القرية والكتابة هي هي نافذة يعني النافذة اللي ممكن تشوف بها الدنيا كلها هي دي البداية وقدم أنت اتعلمت القرية والكتابة خلاص لازمني أي حاجات تبقى سهلة بعد كده طبعا فهو بقى ايه المشكلة اللي بدأت أن الصعوبات كانت شديدة ولكن الحمد لله يعني حصل توفيق من ربنا صحة تعالى أن أنا مثلا أبدأ واحدة وحدة طبعا موضوع اللي أنا أكمل دراسة ده يعني فضل مش معي لحد وأنا عندي حوالي 21 سنة يعني حد 21 سنة تقريبا كنت بقرأ وكتب عادي جدا وكت مشترك في منتظة ثقافي أنت متخيل كنت مشترك في منتظة ثقافي كنت بحضر مسرحيات وكت بقى ألف يعني متخيل حد في الفيوم عم عزة زين بقى وكل الحسان والناس بتاع المسرح كله لا أنا أتكلمني أنا أتكلمك سنة حاجة وتمانين يعني سنة تمانية وتمانين تسعة وتمانين كده يعني أنا مش متذكر أسماء الناس دكتور محمد أنا آسف فضل عايز أبتديها واحدة وحدة يعني حضرتك أنا آسف في السؤال فضل فضل ولدت بالإعاقة تمام لأ ما تولدتش بالإعاقة آه إمتى جات الإعاقة حوالي ما عندي سنة ونص اللي هو شغل الأطفال يعني شغل الأطفال ده حاجة مش ورصية ده كان مرض انتشر آه وكان لسه اللقاح لسه ما تواجهتش وكده آه لحد ما بدأت سيطر عليها عالميا واتصب بناس كتير جدا وبسبب كده دكتور حضرتك ما كملتش التعليم هو الأسرة شافت أن أنا ما ينفعش يعني الأسرة شافت أن أنا ما ينفعش أدخل التعليم علشان مسألة مثلا التنمر آه مسألة أن أنا مثلا مش هينفع أروح لأنها بامشي يعني ما فيش بامشي على إدية وكده يعني فلو أن الأولاد طبعا في البيئة اللي أنا فيها مش هتتقبل زي طبعا غير دلوقتي خالص دلوقتي رأسا فيه دمج فيه اهتمام رهي حتى ما تقالت إن شاء الله الأطفال نفسه قضي عليه آه يعني حتى إن شاء الله أطفال الحفاظ على مصر خالية من شاء الله الأطفال بيتبقى حاجات نادرة جدا لما أحد يجيلي شاء الله الأطفال يعني فهو دلوقتي طبعا دلوقتي الوضع مختلف خالص يعني وعادنا بقى عشرين سنة دكتور آه طبعا بعيد عن التعليم بعيد عن إن أخد شهدة مش عن التعليم لكن من تذكر مع أخواتك لا مش من تذكر مع أخواتي هو أنا اللي حصل إن أنا بعد أتثقف نفسي يعني بدأ أتقرأ كصص ورويات وكدت يعني أنا كنت فيه واحد بتاع بيبيع كتب قديمة كنت وروح مثلا نبدل بالكارتونا نجيب كارتونا نبدل كارتونا ونجيب كارتونا وندفع الفرق أي بس تعلمت القرية إزاي أصلا من أخواتي آه من أخواتك يعني مذكرتك كانت مع أخواتك آه بيالبداية كانت تعلمت قرية وكتابة مجرد ما تعلمت قرية وكتابة خلاص يعني انطلقت بقى وبدأت أتعلم واخد بداية طبعا اللي كان فيه بقى سعيتها لنت دلوقتي يعني دلوقتي أصلا أسهل بكتير يا دكتور آه دلوقتي الحياة بقت مختلفة جدا يعني أنت بتكلم في بيئة كل فيها تليفون أرضي حتى تبقى بلاد ما كانش فيها آه وكل كان كل بيت ما كانش فيه كل بيت جلو تليفون آه وتليفون ابتدت الشرارة بقى اللي هو إيه لأ أنا عايز أنا متعلم وكل حاجة بس عايز شهادة جاءت لما تعينت في المدريط الطب البطري طبعا عشان أتعين في في الوظيفة حكومية يعني فلازم أخد شهادة تأهيل مهني تأهيل مهني دي بيأخدوها الناس مثلا اللي ما عامش مقاهل فبيأخدوا شهادة سجاد وكليم صناعة أحزية صناعة مشارك حاجات اللي هي الحرفية دي خزف آه الحاجات الحرفية دي فأنا تعلمت سجاد وكليم ودي حاجة عشان أتعلم حاجة مقاهل لسوق العمل يعني فروحت اشتغلت بقى إيه عامل خدمات معهنا اللي هي ايه زي الدادة يعني والحاجات دي آه فأنا طبعا روحت هناك طبعا ما ينفعش يلمسك معيش ولا اشتغل ولا حاجة دي فأنا فأنا مهما ايه فروحت ايه اشتغلت في الأرشيف فلقولي بقى رفقت قراءة باكتب كويس جدا والحمد لله مسقف وبتاع وفاهم يعني ما عالتش عشان هنا في تصليح لحاجة احنا كنا نتكلم عنها وما فيش محور الأمية هو أصلا ما فيش أمية هو فيه ثقافة والطلاع ما فيش شهادة من أول ما تعلمت يعني القراءة والكتابة هو بس ما فيش شهادة ما فيش شهادة آه آه فطبعا لما روحت لما روحت اشتغلت قلت خلاص أنا كده عادي بقى الدنيا ماشي تمام قوي ففجأت اني انا في آخر ايه آخر وظيفة في الدولة اللي هي الدرجة الستة اللي هي آخر حاجة ما فيه السبعة السبعة دي الأرض بقى فالبعب دخلت للتنفس بالطريقة دي فالموم بدأت إيه لقلت لأ يعني لازم أخد شهادة لازم بدأت أخد شهادة خبسة ربع عاش حتى حسن مستوي يعني المد يعني والدخل وكده يعني فبدأت أخد شهادة محور الأمية علشان من حضرتك 20 سنة دكتور و20 أو 21 آه آه بدأت أخد محور الأمية عادي وكان طبعا أنا متعلم يعني نروح تتاكل على طول يعني إيه إزا ما نكون رايح عدل قهوة يعني شي سهوله فالموم راحت إيه راحت أخدت الشهادة وبعد كده إيه قلت بقى أن أنا أكمل أخد أخد أعديا دي والتاني أعديا دا كله منازل بقى يعني كل سنة بسنة تعمل بجانب الشغل بتاع حضرتك آه طبعا الحد الدكتورات طبعا أنها شغلة يعني إذا أنا كنت أحيانا بروح للشغل وأطلع أحد المحاضرة وارجع على الشغلة تاني يعني معاناة وكانت شغلة يعني كانت abruptly الكليا لإذا روحتها رحت أخدت كلياة ضدر علوم مش هازا قطع المسيرة الم Mens Un coffin أخدت السنواء العامة بعد دا كله دخلت سنواء عامة بدأت كانت تدخل كلياة قريبة من البيتي كانت كلياة ضدر علوم وكلياة خدمة أجتمعية فأخدت كلياة ضدر علوم كنت محبه صعبه صعبه بس هي أنا كنت محب اللغة العربية ويمكن ققريت حضرتك كتير أحب العربية وأحب إيه أنا كنت مثلا إيه كنت قعد أقلف قصص وكتب حاجات قلت لو دخلت الحاجات دي وتعلمتها أكاديمي الموضوع يختلف طبعا لكملت أكاديمي اللي هو في التأليف يعني فالمهم بالسنة إيه مشيت في السكة إن أنا إيه أخذ الأمر ده أكاديمي يعني فأخذت الحمد لله ودخلت الكلية واتخرجت من الكلية وبعدين قلت تمانا خلاص بقى كده تمام الوظيفة كده تمام طلعت تستنى تفضل إحنا كنا في الدرجة سكة لما خلصنا بقى وخدنا لسنة كل مرحلة لقبل المسنة يعني مثلا خدت الإعدادية دي بتنقل اسمها الخمسة المكتبية حسنا أنا بقول ليه كده دكتور فضل